رغم أن دي مش أول قصة جيلنا من بنت بيجبرها أهلها على الجواز وهي قاصر ورغم أن دي مشكلة عامة بتحصل كتير جداً في أرياف وقرة بس في الحقيقة كل الرسائل اللي استقبلناها هنا في قصة حقيقية كوم وقصة هناء كوم تاني خالص قهر واجعة جالها أمراض وظلموها وظلموها بشكل بشع حاجة ما تتوصفش صحيح يمكن لو شوفنا التفاصيل دي كلها فيلم أو مسلسل هتقولوا أنه المخرج بيأفور الناس مش هتصدق ما يقولوا المخرج بيألف والمؤلف مزودها زيادة لا لا لأنه ما فيش أهل هتوصل أسودهم أو ظلمهم لبنتهم للدرجة دي يضربها بكرسي ويكسروا عليها وجدتها بتكذب وانتو بتعملوا ايه بس الظاهر أن الواقع بقى أصعب بكتير من اللي احنا عمرنا ما نتخيله الأرقام الرسمية بتقول أنه عدد الأطفال اللي عمرهم أقل من 18 سنة في مصر 39 مليون طفل منهم كام 117 ألف طفل وطفلة متجوزين ومطلقين تب انتم متخيلين؟ الكلام ده بقى مش كلامنا ده كلام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللي قال إن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 ل 17 سنة يا إما مجوزين يا إما سبق لهم الجواز